مرحبا بكم متتبعي قناة تعلم والسفيد في هذا الفيديو سنشتغل على التعبير الكتابي والموضوع هو إصدار حكم إذن أمامنا هذا النص نص بعنوان إيجابيات السينما وسلبياتها إذن هذا النص الذي أمامكم فهو يتحدث عن إيجابيات السينما وعن سلبياتها كذلك إذن يمكنكم قراءة هذا النص بعد ذلك سننجز ما يتعلق به من أنشطة إذن السؤال الأول الذي ينكم في المقال من فقرة إذن لاحظوا هذا المقال فهو يتكون من أربع فقرات إذن الفقرة الأولى فهي تبتدئ من تستمد السينما أهميتها في المجتمع إلى غاية وطر فيه عنه ثم الفقرة الثانية هي هذه تبتدئ من وجدة السينما إلى غاية أن يروجها الفيلم والفقرة الثالثة تبتدئ من ومن المؤسف إلى غاية قابع في بيته بينما الفقرة الرابعة تبتدئ من حري بالصحافة إلى غاية نهاية النص إذن سنقول يتكون هذا المقال من أربع فقرات ثم المطلوب أيضا أحدد بداية كل واحدة ونهايتها إذن قلنا الفقرة الأولى إذن الفقرة الأولى تبتدئ من بداية النص بمعنى من تستمد السينما إلى واتر فيه عنه تل هنا يا واتر فيه عنه ثم الفقرة الثانية إذن الفقرة الثانية تبتدئ من وجدت السينما إلى غاية أن يروجها الفيلم هي هذه أن يروجها الفيلم تل هنا ثم الفقرة الثالثة تبتدئ ومن المؤسف إلى غاية قابع في بيته إذن ومن المؤسف إلى غاية قابع في بيته والفقرة الرابعة والآخرة تبتدئ من حري بالصحافة إلى نهاية النص ثم السؤال الثاني لدينا ما الفقرة التي تتحدث عن إيجابيات السينما إذا الفقرة التي تتحدث عن إيجابيات السينما هي الفقرة الأولى لماذا؟ لأننا نجد تستمد السينما أهميتها في المجتمع من تعبيرها عن معاناة الإنسان وهمومه وربط حاضره بماضيه وتوثيق تاريخه وتربيته وتثقيفه وتوعيته وتسليته والترفيه عنه إذن هذه إيجابيات السينما لذلك سنقول الفقرة التي تتحدث عن إيجابيات السينما هي الفقرة الأولى ثم السؤال الثالث لدينا ما الفقرة التي تتضمن سلبيات السينما إذن سلبيات السينما سنجدها في الفقرة الثانية لاحظوا لدينا وجدت السينما لتحقق أهدافا نبيلة لكن بالرغم من وجود الكثير من السينمائيين الذين لا يألون جهدا في سبيل تسنيمها أرقى درجات المتعة والتثقيف فإنها صارت للأسف عند البعض توظف توظيفا لأغراض غير شريفة لأن هذه من بين سلبيات السينما كاختلاق الأحداث وتزييف الوقائع والتهافت على الربح المادي دون كثرات بالقيم النبيلة التي يجب أن يروجها الفيلم وهكذا سنقول الفقرة التي تتضمن سلبيات السينما هي الفقرة الثانية بعد ذلك لدينا السؤال الرابع إلى ما يدعو كاتب المقال في الفقرة الأخيرة إذن لحظوا في الفقرة الأخيرة نجد حري بالصحافة بكل أنماطها والجمعيات الثقافية والسينمائيين بكل تخصصاتهم أن يسعوا إلى رد الاعتبار لدور العرض والدفاع عن أدوار السينما النبيلة إذن ما يدعو له كاتب هذا المقال في الفقرة الأخيرة هو إذن يدعو كاتب المقال في الفقرة الأخيرة إلى رد الاعتبار لدور العرض أي لقاعات السينما والدفاع عن أدوار السينما النبيلة بعد ذلك خامسا لدينا أذكر إن كنت أتفق مع الكاتب في حكمه على السينما عند البعض وأعلل جوابي إذن حكمه على السينما عند البعض وهو عندما قال عند البعض توظف توظيفا لأغراض غير شريفة كاختلاق الأحداث وتزييف الحقائق والتهافت على الربح المادي وما إلى ذلك إذن سنقول بهذا الخصوص أتفق مع الكاتب في حكمه على السينما عند البعض لماذا؟ لأننا نلاحظ بالفعل أن بعض الأعمال السينمائية يهدف منتجوها فقط من أجل الربح المادي دون أن يكون المحتوى هادفا ويروج للقيم الإنسانية النبيلة بعد ذلك لدينا سادسا أملأ الجدول بالخطوات التي سلكها الكاتب في كتابة مقالته إذن الأفكار الإيجابية هذه الإيجابيات ال компوات المنص من الأفكار السينما الإنسان وهمومه وتربيته وتوعيته وتسليته والترفيه عنه وهذا تحدث عنه في أي أو موقعها في المقال تحدث عنه في المقدمة إذن في مقدمة المقال أما الأفكار السلبية فهي التوظيف السينما لأغراض غير شريفة واختلاق الأحداث وتزييف الحقائق والتهافت على الربح المادي وهذا تحدث عنه الكاتب في العرض أي في الفقرتين الثانية والثالثة أما الأفكار البديلة والإثباتات فهي التي تحدث عنها في الفقرة الرابعة والأخيرة أي في الخاتمة من خلال رض الاعتبار لدور السينما الدفاع أيضا عن أدوار السينما النبي لو قلنا هذا تحدث عنه في خاتمة النص نمر الآن لما يتعلق بحصة الإنجاز إذن الذين أكتبوا مقالا في أحد المواضيع التالية مبديا فيها حكما إذن سنكتب مقالا وسنصدر فيه حكما في الأخير ولدينا أربعة مواضع إدمان الألعاب الإلكترونية العنيفة إدمان الأطفال مشاهدة الأفلام الكارتونية تضمن بعض الأغاني كلمات سوقية منافع مزاولة الأنشطة الثقافية على صحة الإنسان إذن مدام مطلوب مننا نكتبه فقط في أحد المواضع سنختار الموضوع الأول هو إدمان الألعاب الإلكترونية العنيفة مدام أنه موضوع الساعة والكثير من الأطفال يدمنون على هذه الألعاب غير مدركين لسلبياتها إلى غير ذلك إذن سنكتب مقالا بهذا أو حول هذا الموضوع وسنصدر حوله حكما إذن سأقترح عليكم هذا النموذج لكتابة مقال حول هذا الموضوع إذن مثلا الفقرة الأولى سنقول مع التطور التكنولوجي الهائلي أصبح الأطفال والشباب في عصرنا الحالي مدمنين على لعب الألعاب الإلكترونية ويقضون أوقات طويلة أمام شاشات الحواسيب والهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية إذن هنا طرحنا الموضوع قلنا على أن الأطفال والشباب في هذا العصر أصبحوا يقضون أوقات طويلة في لعب الألعاب الإلكترونية على شاشات الحواسيب والهواتف الذكية واللوحات الإلكترونية وما إلى ذلك إذن الفقرة الثانية سنتحدث عن إيجابية الألعاب الإلكترونية وإيجابية الألعاب بشكل عام باعتبارها حق من حقوق الطفل سنقول إن اللعب حق من حقوق الطفل والألعاب الإلكترونية يبرز فيها الطفل مهاراته ويوظف قدراته وذكائه إذن هنا كانت تحدثوا على إيجابية الألعاب الإلكترونية إذن إبراز المهارات وتوظف القدرات والذكاء أيضا وتنمي في نفسه روح التحدي ومواجهة العراقيل والصعاب كما تعتبر وسيلة للترويح عن النفس والتخلص من ضغوط الدراسة والتسلية والترفيه والإحساس بالمتعة إذن كما قلت لكم هنا ذكرنا إيجابيات الألعاب والألعاب الإلكترونية طبعا لكن في الفقرة الموالية ستحدثوا على سلبيات هذه الألعاب سنقول لكن سوء اختيار الألعاب الهادفة والإدمان على الألعاب العنيفة فإنه يضر شخصية الطفل ويجعله ميالا للعنف ويؤثر على مصاره الدراسي ونتائجه كما يمكن أن يتسبب له في أضرار صحية كالسمنة وهشاشة العظام وإضعاف حاسة البصار إذن في هذه الفقرة هضرنا على سلبيات هذه الألعاب الإلكترونية قلنا يمكن أن تضر بشخصية الطفل الطفل يصبح ميالا للعنف ذلك يؤثر أيضا على مصاره الدراسي ونتائجه إذن الطفل يحصل على نتائج هزيلة وطعيفة أيضا يمكن أن يتسبب ذلك في أضرار صحية مثلا كالسمنة وهشاشة العظام وإضعاف حاسة البصار إذن من كثرة النظر إلى شاشة الحاسوب أو الهاتف طبعا فحاسة البصار والنظر يتأثران بذلك ثم في الخاتمة قندروا أفكار بديلة أو إصدار وإصدار حكم إذن سنقول حب ذا لو قامت الأسر بدورها ونظمت وقت لعب أطفالها واختارت لهم ألعاب مفيدة وهادفة من شأنها أن تعود بالنفع على ذهن الطفل ونفسيته وتكوين شخصيته إذن كيف ما شفنا في هذا الموضوع طرحنا الموضوع دينا هضرنا على سلبية الألعاب العنيفة إيجابيتها كذلك وأيضا أفكار بديلة وإصدار حكم إذن هذا كل ما يتعلق بهذه المهارة شكرا لكم